بالنسبة إلى الدبلوماسية الجزائرية هناك مثلما تقرؤون في الأخبار تعيين لبعض الوزارة السفراء عدرا مثلا السفير عمار بلاني الذي تمت الموفقة على أوراق اعتماده كسفير مفوض فوق العادل الجزائر في تركيا خلفا لأسفير صوفيان ميموني عمار بلاني كان تولى عدة مناصب أخرها الأمين العام لوزارة الخارجية الجزائرية وبالتالي إرساله في هذا الضرف الدقيق إلى عاصمة مهمة مثل أنقرة فهو اختيار ينبئ على اهتمام الجزائر وحرصها على إقامة علاقات قوية مع تركيا خصوصا بعد ما شاهدنا البارح فوز رجب طيب أردوغان بولاية جديدة وكان الرئيس عبد المجيد تبون من أول المهنئين للرئيس أردوغان بعد فوزه في هذه الانتخابات ومعمار بلاني أمين عام لوزارة الخارجية سابقا الآن كسفير مفوض فوق العادل في تركيا وكان أيضا له صولات وجولات في مناصب أخرى وتغييرات في وزارة الخارجية هذه تشمل أيضا عدة إجراءات على غرار المبعوثين الذين تم التخلي عنهم كان حتى سيد بلاني مبعوث للخارجية مكلف بمنطقة الشمار أفريقيا والساحل وغيرها والسحراء الغربية وأيضا كان هناك تنصيب لعدد من الصفراء في عواصم أخرى مثلا السفير كمال بوشاما قبل أيام تم الموافقة على أوراق اعتماده كسفير للجزائر في سوريا وسيد بوشاما ليس غريبا عن سوريا كان سفيرا في دمشق سنة 2001 لفترة طويلة ثم كان أيضا وزير للشباب والرياضة في منتصف الثمانينيات بين 84 و88 وليس غريبا عن دمشق فكريا وروحيا دعونا نقول وتقافيا لأنه كمال بوشاما قدم العديد من الأعمال والكتب التي خاضت في واحتفلت واحتفت بمسيرة الأمير عبدالقادر الجزائري مؤسس الدولة الجزائرية وحتى كتب عن مرحلة الأمير في الشام في بلاد الشام وبالتالي فوجود كمال بوشاما اليوم في سوريا هو أيضا رغبة من السلطة في الجزائر بأن يكون الرجل المناسب في المكان المناسب وفي التوقيت المناسب تغييرات كثيرة على مستوى الخارجية يمكن القول بأنه منذ وصول الوزير أحمد عطاف إلى منصف وزير خارجية هناك أيضا تغييرات كبيرة وتمت الموافقة عليها من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اشتركوا في القناة